الآن الأمانة وأسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا لهذه الأمانة اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد يا رب العالمين تعالوا نرجع للحديث حديث إن شاء الله على الأقل يعني ممكن يخذ مننا سنتين أو ثلاث سنين هذا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء وإحنا معا يعني في بستان العقيدة بقى في بستان التوحيد مع بعض أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بالتوحيد يا مولانا هتعد في حديث واحد ثلاث سنين أو سنتين ولو شرح عالم يعني من أنا إلى جوار العلماء يعني أنا أسير على ضرب العلماء أسأل الله أن نلحقنا بالصالحين لو شرح الحديث عالم هيحتك ثلاثين سنة لأنه الدين كله لأنه الدين كله حديث يشتمل على الدين كله وسترون ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم والفهم والعمل والإخلاص والاتباع إنه لي ذلك والقدر عليه تعالوا نرجع بقى مع بعض وأنا هتعمد إن شاء الله وتعالى في أول كل حلقة في دروس العقيدة والتوحيد أن أذكر الحديث كله كاملا سأتعمد بإذن الله في كل حلقة عشان تحفظ الحديث كاملا وعوز الأمة بفضل الله كلها تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه ثم يعني تسجل ما يصر الله لك أن تسجله من لطائف وضرر سأنقلها لحضراتكم بإذن الله تبارك تعالى من بستان أهل العلم فما أنا إلا يعني بستاني أسأل الله أن وفق في ذلك أجمع وردهم وزهورهم لأنسجا ولأجعل من هذا الورد وهذه الزهور باقة عطرة وعقدا بهيجا فريدا جميلا أطوق به أعناق إخواني وأخواتي من أمة الحبيبة التي أشرف بالانتساب إليها وأعتز بالانتماء لها أقصد أمة التوحيد أقصد أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة سأقدم لحضراتكم مجموعة من التراجم المختصرة لهذه الأسماء ابتداء باسم الإمام مسلم من هو الإمام مسلم يعني يكاد القلب ينزف أن يعرف كثير من أولادنا وكثير من شبابنا أسماء اللاعبين واللاعبات والمطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات وأن لا يحفظ أولادنا أسماء هذه المصابيح وأسماء أئمة الهدى وأسماء مصابيح الدجا أنا أعلم أن أولادنا أنا والله أعذر أولادنا لأنهم كانوا يعني يتربون طيلة السنوات الماضية على مناهج غريبة على مناهج مختلة تصطدم استضاما مباشرا مع المنهج الأصيل الذي كان من الواجب أن يتربى عليه أولادنا وأن يتربى عليه رجالنا ونساؤنا لكن إن لله وإن إليه راجعون غربت الأمة طيلة السنوات الماضية وغرب أبناؤنا وحيل بينهم وبين هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي فقد يشتهر الآن من يجب أن يقام عليه الحد أنا أعي ما أقول قد يرفع الآن على الأعناق من يجب في شرع الله أن يقام عليه الحد وقد يهان من يجب أن يرفع على الأعناق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الحديث الصحيح الذي رأى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه الرجل التافه وفي رواية الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة صلى الله وسلم وابارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وقلبي وروحي سنترجم إن شاء الله في الحلقة القادمة للإمام المسلم لزهير بن حرب لوكيع لكهمس لعبد الله بن بريدة ليحيى بن يعمر وبعدين بقى للعمدة وللصحابي الجليل الكريم عبد الله ثم لحبيب قلوبنا لعمر عبد الخطاب رضي الله عنه ويعني أسأل الله أن يرزقنا صحبة أصحاب رسول الله واسمحوا لي وأنا بكلم بقى عن عبد الله بن عمر وعن عمر رضي الله عنهما يعني أن أفرد حلقة كملة كملة ما عليش سمحون احنا نطول بقى مع بعض وخلونا في بستان التوحيد أن أفرد حلقة كملة بقى الفضل الصحابة ولمكانة الصحابة حتى لا تطاول الأقزام على القمم حتى لا تطاول الأقزام على القمم لأننا نعيش زمانا تطاول فيه الأقزام على القمم وتطاول فيه الأنجاس على الاطهار الانجاس تطاول فيه على الاطهار ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان شاء الله سنفرث حلقة كاملة في دروس التوحيد والعقيدة وانا بتكلم عن عبد الله ابن عمر وعن عمر رضي الله وعنهما يمكن بعد الترجمة او ممكن بعد مخلص الترجمة افرث حلقة كاملة او قبل ما اترجم لعبد الله ابن عمر بحسب تيسير الله وتقديره سبحانه وتعالى ارجع معي لنص رواية الامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى قال خلي بالك بقى واسمع الدرر يا سلام